السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد النهاردة معنا التحديث الجديد لأداة S&K Unlocker فيرجن 14 النهاردة والمفاجأة الجميلة جدا معنا النهاردة هنقدر نعمل تاب المدارس T500 و 5 إن بأكثر من طريقة وكمان هنتعلم مع بعض إزاي نقدر نخرجه من المنظومة خلال دقيقة وحدة فيلا بينا على طول نبدأ الشرح وإزاي نتعلم نخرج تاب الوزارة T500 و 5 إن مهما كانت حمايته بطريقة سهلة جدا وبدون فتح المتصفح والخيارات الكتيرة اللي الناس بتتكلم عليه يلا بينا على طول نبدأ الشرح ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الإشعارات علشان يوصلكوا أي جديد بنعمله على القناة يلا بينا على طول نبدأ الشرح أهلا بيكم معنا النهاردة مرة تانية والنهاردة حنشوف عملي إزاي نقدر نخرج تاب الوزارة من المنظومة بطريقة سهلة جدا طيب مبدأيا كده معنا تاب الوزارة وهو T500 و 5 إن تعال نشوف التابلت مع بعض كده قبل ما نشتغل التابلت زي ما حتركوا شايفين طبعا لسه التابلت داخل المنظومة زي ما حتركوا شايفين وحنرجع وراء كده علشان نشوف النوكس برضو نتأكد النوكس أو حماية الام ديم موجودة على الجهاز زي ما حتركوا شايفين كل اللي قدر أقولولك أن أنت هتخرج التابلت ده من خلال أداة بتاعتنا خلال دقيقة واحدة بس بدون أي صغرات وبدون أي حوارات كبيرة جدا قبل ما نبدأ تعال نشوف حماية الجهاز اللي معنا كام طبعا مش هتفرق الحماية خالص لو جينا هنا كده وجينا نبص على الحماية هلاقي حماية التابلت S6 زي ما حتركوا شايفين كل اللي بتعمله كل اللي بتعمله ان انت بتسيب التابلت مع نفسه خالص بالشكل ده كده هنجيبه في جنب كده زي ما حتركوا شايفين بالضبط كل اللي بعمله مش هعمل أي حد في التابلت أنا هجيب كابل اليو اس بي أوصله باللاب بتاعي أو الكمبيوتر اللي معي ده كل اللي مطلوب مني ان انا اوصل التابلت بتاعي علشان نظهر معي زي ما حتركوا شايفين دي اول خطوة بعمله ثاني خطوة بعمله بروح على سامسونج قايمة سامسونج هنا وبعد ما اروح لقايمة سامسونج حلقة عندي خيارين ظهر اللي هو اليو انو ايروم واندوريد طبعا هختار اندوريد زي ما حتركوا شايفين بالضبط هيبدأ يظهر لي كل خيارات سامسونج او العمليات اللي سامسونج بتحتاجها علشان اشتغل تمام فاول حاجة طبعا الاد بي والامتي بي والداول لود وقسم التفليش وحيظر معي قسم التفليش زي ما حتركوا شايفين طيب اول حاجة بعملها ايه بروح على الامتي بي اول حاجة خالص وبعدين بروح على التاني خيار اللي هو انتر داول لود هضغط عليه كده علشان يحاول التابلت من الوضع الطبيعي لوضع الداول لود مود علشان نبدأ نخرج او نعمل فورمات للتابلت بطريقة سهلة جدا زي ما حتركوا شايفين خلال لحظات بسطة جدا التابلت دخل وضع الداول لود مود طبعا انا هحاول افصص الموضوع شوية لكن العملية مش هتاخد وقت كتير جدا لكن هحاول اشرح علشان الناس متسألش كتير وتكون كل المعلومات موجودة في الفيديو طيب ايه اللي هعمله بعد كده على طول بكون محمل يوزر داتا بنفس حماية الجهاز مبداية احنا عندنا ثلاث طرق غير اي اداة تانية الحمد لله عندنا في الداول لود تقدر تعمل فورمات دايرك تعالى طول دلوقتي والجهاز هيتفرمط معك تمام اللي ممكن نعمله تاني انك تقدر تفلش اليوزر داتا فالحمد لله احنا اول اداة تدعم عمل فورمات للتابلت من خلال الداول لود وتفليش اليوزر داتا في نفس الوقت يعني اي اداة كانت دعم قبل كده ياما تفليش يوزر داتا ياما تفليش دايرك تعالى طول من وضع داول لود طب هنفلش ازاي هنلاقي عندي قايمة اسمها فلاش هبدأ اروح لها بعد كده هبدأ اختار المجلد من هنا اللي فيه اليوزر داتا طبعا بكون عارف المكان بتاعه ببدأ اختار اليوزر داتا ويفضل انه يكون نفس الحماية تمام زي ما وردنا لكم في اول الفيديو ببدأ اختار المجلد زي ما حتركوا شايفين هيبدأ يظهر لي هنا كده كل اللي هعمله بعد كده انه هضغط على فلاش ونبدأ نشوف مع بعض اللي هيحصل بالذب خلال لحظات بسيطة جدا بيتم تفليش تابلت T505N يوزر داتا بطريقة سهلة جدا يبقى دلوقتي عندك اكثر من حل الفكرة كلها لما دعمنا تفليش دايرك تعالى طول من خلال الدول لود كان لازم ندعم تفليش اليوزر داتا لانه بتحصل اخطاء وتحصل مشاكل للتابلت وكان لازم اننا تعالى نجيب بس التابلت هنا علشان يكون باين في الصورة فكان لازم ندعم تفليش اليوزر داتا علشان خاطر لو في اي مشكلة او اي حاجة تقدر تحلها عن طريق تفليش اليوزر داتا بطريقة سهلة جدا زي ما حضركم شايفين العملية مش هتاخد ديه وحنحاول على قد ما نقدر من قصش من الفيديو علشان الناس تبدأ تشوف الخطوات بشكل سليم وبشكل واضح ننتظر ثواني كده لما يعمل اعادة تشغيل وانتابع مع بعض حنسرع الفيديو شوية ونرجع لكم لما يخلص عملية الفورمات تمام زي ما حضركم شايفين بالضبط كده التابلت تم عملية الفورمات بنجاح الموضوع ما خدش وقت كتير ولا حاجة الموضوع سريع جدا هتقدر تفرماته عن طريق وضع داول لود من خلال طريقتين الطريقة الاولى دايرت على طول من غير ما تحمل اليوزر داتا والطريقة التانية تقدر تحمل اليوزر داتا وتعمل فورمات برضو للتابلت الجميل بقى الصغرة اللي هنخرج بها التابلت من المنظومة كده احنا عملنا اول خطوة وهي فورمات التابلت الموضوع كان مقرف شوية في الصغرة بتاعته الموضوع اصبح سهل جدا على اسي كيه اللوكر فيجن 14 وطريقة سهلة جدا طيب ايه اللي هنعمله هنا اول حاجه هنبدأ نعمله هنبدأ نروح على الوي فاي يفضل هنا قبل بداية الصغرة وقبل الشغل كله انك تفتح المتصفح وتدخل على الاعدادات وتعمل ضبط مصطعتين تمام؟ طبعا دي سهلة والناس كلها حافظنا وعرفنا علشان خاطر المساحة بتاعت الجهاز لانك لو عديت بالمنظر دا للنهاية هيكون مساحتك التابلت 16 جية تمام؟ فالصحة بتاعك انك هتفتح المتصفح وتدخل على الموقع اسي كيه اللوكر هتكون سيابولك في الوصف وهتختار خيار الاعدادات وتعمل ضبط المصطع هنا هنبدأ نوصل الواي فاي اول ما الواي فاي يوصل معي حد ارجع ورق على طول علشان خاطر ما يدخلش المنظومة زي ما حضركم شايفين يبقى بداية الموضوع خالص وصلت الواي فاي ورجعت للبداية تمام؟ الموضوع اللي عند دلوقتي سهل جدا تمام؟ هنجيب التابلت على جنب كده لحظة علشان نشوفها هنعمله في الاداة بالضبط تمام؟ هنبدأ نروح هنا لقايمة الامتي بي الامتي بي هنجي عندي خيار جديد وهو فربي نيو كيو ار اللي هو كراءة البركود زي ما حضركم شايفين ده الخيار ده حبدأ اختاره طبعا التابلت واصل بي الكمبيوتر زي ما حضركم شايفين طبعا التابلت واصل بي الكمبيوتر بتاعي اضغط هنا كده على فربي نيو كيو ار تمام؟ هنشوف هنعمل ايه مع بعض بالضبط زي ما حضركم شايفين بدأ يظهر لي باركود كده على شاشة الاداة نفسها كل اللي اعمله هنا في التابلت نلاحظ مع بعض ده التابلت حاجة في المكان فاضي اي مكان هنا وحبدأ اضغط بالشكل ده كده لعندما يظهر لي الكاميرا بالشكل ده كل اللي اعمله حبدأ اوجه الكاميرا على البركود زي ما حضركم شايفين الموضوع سهل جدا تمام؟ هيبدأ انقلني للمرحلة التانية نركز جدا في الخطوة اللي جايه لان الموضوع سهل وحرام ما تعملوش لان الموضوع سهل جدا ضغطنا هنا نكست يا جماعة عشان نستكون مفهم هنا ضغط على ايه وماليش دعو بحاجة تاني ولا هضغط على اي حاجة تاني خلص نتابع مع بعض مفيش بقى نحمل التطبيقات وبسرعة ونفعل الادا بي وكلام ده خلص تفعيل الادا بي حيكون بطريقة سهلة جدا جدا وحتقدر تخربه بضغطة واحدة هنبدأ ان ننتظر لما يكمل معنا الخطوات تمام؟ هنا كده هنضغط التالي هنضغط على كونتينيو ونركز جدا في الخطوات هنضغط نكست شوف الله يأثر هنا بقى قالك تفعيل وضع الادا بي يبقى انا لو فتحت تطبيق ولا عملت اي حاجة خالص الموضوع اصبح سهل جدا هنضغط انا على كلمة صح دي تمام؟ وهنضغط نركز هنضغط على الرسالة دي وهنضغط اللاو وشيل الكابلة على طول تمام؟ يبقى انا كده فعلت وضع تصحيح الاخطاء هنضغط على الرسالة هنضغط على التابلت ثانية لا تضغط على الرسالة وحركز فعلتها قلع ال ifp هنضغط على الرسالات هضغط remove MDM وتابع اللي هيحصل معايا في التابلت زي ما حضراتكم شايفين الموضوع سهل جدا والتابلت كده نخلصت يعني انك تفرمت التابلت وتخرجه من المنظومة في عمليتين بس بدون اي مشاكل فالموضوع قوي جدا جدا الصغرة القديمة انتهت صغرة انك تفتح المتصفح وتحمل تطبيق وتفعل ADP بسرعة من الاعدادات والحوار واللفة الكبيرة دي انتهت الحمد لله كلها هتقدر تعمله بالشكل الواضح قدامك بالضبط هتقدر تخرج التابلت من المنظومة بطريقة سهلة جدا جدا في مفاجأة كمان هنقولها في نهاية الفيديو علشان الناس اللي معها تابلت T509 وطبعا هنبدأ نستنى لما التابلت يفتح معنا علشان نشوف هل خرج من المنظومة ولا لا خلال ضغطتين يعني اخترنا عمليتين بالزبط انا خلال الشرح حاولت اباين كل حاجة بالتفصيل علشان كده حاولت ان انا ما سيبش حاجة في الفيديو متقلتش زي ما حالكوا شايفين هنا علامة الاتصال ظهرت كده التابلت بتاعي خارج المنظومة بسهولة جدا كل اللي عملته فارمات التابلت وطبعا تاني حاجة عملتها فعلت خيار الQR من اداة SK اللوكر وكل الموضوع انتهى خلال ثواني بسيطة جدا بكده يكون قدرنا ننتهي من مشكلة تابلت T505N عليه حماية MDM او تابلت الوزارة الخاص بجمهورية مصر العربية فحتقدر تخرجوا بضغطة واحدة وبدون اي مشاكل طيب ايه هي المفاجأة اللي معانا المفاجأة اللي معانا ان الفيديو اللي جاي هو تابلت T509 بعمل الله الخاص بوزارة برضو الفكرة بتاعته ان الكود ده شغال الحمد لله وتقدر تفارمت التابلت لكن ما كانش فيه جهاز نقدر نعمل عليه عملية ولازم يكون التابلت موجود في ايدي علشان اقدر اطلع الكود سليم بدون اي اخطاء وطبعا الكود ده اتجرب على احد الاصدقاء وكان شغال تمام لكن ما ينفعش اجرب الكود في الناس لازم يكون متام تجربته بشكل كامل عندي الاول قبل ما اتراحه على المشتركين معانا في القناة فانتظروا تحديث فيرجن 15 لدعم تابلت T509 وطبعا فيه فيديو بعد ده علشان نوضح فيه المميزات اللي تم اضافتها في فيرجن 14 لادات اسي كي اللوكر وبكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى ويا ريت ما تنسوش تدعمونا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشعارات علشان يوصلكوا اي جديد بنعمله على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته